دلوقتي الابليكيشن موجود في كل السمارت فونس مش لازم يكون ايفون اعتقد انه ممكن يكون محتاج ساعة وممكن يشتغل من غير ساعة لانه هو بيقيس نباضات القلب فكلهم بيبقى عندهم سنسور كده عشان تقيس السبعة كل واحد يجرب على موبايله ويبعث ودي كل حد يلاقي الابليكيشن ده يبعث المهم يا جماعة انه اللي عندي ده اسمه سترس ووتش بيقيس الهارد باريابيليتري وانا اعتى تابعه كتير جدا علشان اطمن انه هو لانه ساعات كتير الابليكيشن زي ما بتبقاش دقيقة لقيت ايه بقى زي ما تكتب بتقول بالظبط اليوم اللي انا نايمة فيه كويس اليوم اللي انا فيه مش مجهدة اليوم اللي انا فيه مش مخنوقة الارقام كويسة جدا اليوم اللي انا فيه متوترة بيضة في اكل مش بعمل الرياضة بتاعتي مكوبسة مش نايمة حلو او منايمة متأخر اه داخل علي برد الارقام بتتغير بالزاك بعد ما قعد وقت طويل وعمل ليا الافريج بتاعتي طيب برضو ايه المستفدين كده اف ده انا ما عنديش الابليكيشن الفيديو ده عنصري وللناس اللي معاها فلوس بس لا انت تعالى بقى لتجربتي وشوف انا زبطت الكلام ده ازاي بقيت ابص طول الوقت على القراية تم تعملي كده ويعملي الوش الاحمر الغضان ده اعمل تمرين النفس تلت دقايق وبردو لها ابليكيشن على الموبايل ولها على اليوتيوب فيديوهات اغني انتو مش فاهمين ايه ايه قيمة الغنى الغنى ده بيستيميليت موضوع اللغنى ده غريب جدا وانا عدت في وقت كتير لما جالي الشجاعة ان انا انصح بيه العيانين انا في الايام الهادية الحلوة باركب عربيتي وشغل القرآن واتدبر في القرآن انما لما بكون متوترة جدا وعندي شحنة والجهاز السمتفاتك عالي خالص عندي قبل حتى معرفة ايه بالهارد بريابيليتي ريت بشغل مزيكة عالية فيها تون الربع تون والنص تون طبقات عالي الحجار بقى ومكلسوم والناس دي ومش يعني اجعر وغنى برضو بس يعني بالنسبالي انا جعيل ليه لانك لما بتمدد الحنجرة انت بتستيميليت بتنشط ومشي الزكر الاعدة مع صديق وحيات ربنا انا ابهرني اول مبارح كنت تعبانة ومخنوقة مرات اخويا سانة يسوتي في التليفون قايتلي دعاء انا جايالك قبلها بالصدفة الساعة كانت ايسى وراحت مصدراني الوش الكائيديات جات وقعتنا وفتفاضنا وعيطت وكذا 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 وانا بوصلها عالباب لقيت الدنيا بقت كويسة ده معنا ايه قلبي زبط قلبي ارتاح فتفاض بقيت كويسة طلعت اللي في قلبي فالمختصر من الفيديو ده تلات حاجات اول حاجة نعرف يعني يا هارت بريبير تريت انه هيدخل في كل حاجة وكلنا معانا سمارتفون وبنسي استخدامها بناخد منها ضرارها من غير ما ناخد فايدتها نمرة اتنين نعرف كويسة ايه الحاجات اللي بتزودوا وتقللوا الاسترس اه كلنا عندنا حاجات مايعلم بيها لربنا بس فيه حاجات نقدر نتحكم فيها زي النوم وزي الميديتيشن وزي الفتفضة وزي الغنى وزي الرياضة خلاصة الكلام خلق الانسان في كبه وهي دي الحياة وهي اسمها دنيا علشان كده فمفيش حاجة اسمها ان احنا نتخلص من استرس لكن لو تعلمنا نقيسه ونعمل management في ساعتها انه نشوفه قدام عينينا ونوقف كل حاجة وناخد بعدنا ونمشي وناخد بعدنا ونتنفس وناخد بعدنا ونبحلق في السماء كده ونذكر الله وناخد بعدنا ونكلم مع صديق حميم حنعرف حنعرف انما خربانة خربانة والاستسلام لا مش هتتحلق والسترس وحش قاتل قد يستطيع ان يبلع يبلع حياتك يبلع حياة محدينة جربوه كلكم وبعطيك جربكم ايه اللي بيخلي الاسترس عندكم يزيد بالورقة والقلم بالقياسات وبالارقام وايه الطرق اللي جربتوها علشان تعملوا دي استرس وخلينا كلنا نستفيد يا رب حياتكم كلها رضا وهدوء وسلام لابسي